ينضم إلينا هنا في الستوديو مراسلنا في غزة عادل الزعنون الحديث أكثر عن ما حدث خلال الأشهر الماضية أهلا بك معنا عادل في البداية بدي أقول لك الحمد لله على السلامة وساعدين بوجودك معنا أكيد هون بالستوديو يعني أرى بأنه أنت من يجب أن يتكلم في هذه اللحظة بعد أشهر من تغطيتك للحرب الإسرائيلية اللي هي تعتبر الأكثر وحشية على قطاع غزة كيف تصف ما حدث بعد أشهر من استمرار هذه الحرب وحتى بعد خروجك من هناك شكرا دينا وأنا سعيد أن أنا بالستوديو يعني بالفعل هي الحرب المجنونة هي الحرب الأكثر شراسة ربما ليس في المنطقة بل على مستوى العالم على عقود خلت لكن بكل التفاصيل أن تخرج من غزة فهذا يعني أن تكتب لك حياة جديدة لكن هل خرجنا من غزة بالكامل؟ بالتأكيد لا لا زالت أرواحنا هناك لا زلنا نتابع تفاصيل التفاصيل لا زلنا نعيش القلق بكل تفاصيله الوجع بكل تفاصيله لا زال الأهل هناك على الرغم من أن كل شيء في غزة دمرها تماما لكن ربما الأسوأ في الأمر أنه في كل يوم الحرب تزداد صعوبة تزداد شراسة تزداد تعقيدا بلا أفق للحلول التي يأمل الناس في كل لحظة يأملون على الأقل استراحة لا استراحة مقاتل استراحة مريض على الأقل 24 ساعة في كل العالم الحروب هناك هدنة ليوم ليومين هناك هدنة إنسانية هناك ممرات الإنسانية إلا في غزة هذا نسمعه من الناس في كل مكان في مخيمات النزوح في البيوت في الشوارع في البيوت المقصوفة المدمرة في المستشفيات في كل مكان نسمعه لماذا إلا غزة لا توجد أي هدنة وهذا سؤال طبعا جوابه موجع لأنه لا أحد يستطيع أن يجيب عليه كل الجهود المفذولة كل الضغوطات في العالم سواء على المستوى الدولي مستوى محكمة العدل الدولية وصولا للجنايات كلها فشلت في أن توقف الحرب لساعات وبالتالي حالة صعبة من اليأس والإحباط يشعر الفلسطيني في غزة أنه بات وحيدا وحيدا بما تعني الكلمة هو ينتظر في كل لحظة المصير المحتوم المصير هو يتعلق بالموت ثم الموت ثم الموت وصولا لرقم العشرة الإصابة أو الموت جوعا لما نبدأ نعد في العشرة الثانية فبالتالي أخطر ما في الأمر الآن في غزة ما يحدث باستمرار ويوصف بأنه أبشع المجازر كما حصل قبل 12 ساعة في رفح باستهداف مخيمات النازحين نعم إسرائيل تقول أنها استهدفت عناصر مهمة في حماس أو الفصائل الفلسطينية لكن المصير المحتوم بالنسبة للمواطنين المدنيين المدنيون لا يعرفون من ستستهدفهم إسرائيل من مر من هنا أو فكر أن يمر من هنا وبالتالي تسحق هذا المربع أو هذا المخيم الناس كانت مشتعلة بالنيران تحترق ولا أحد يستطيع أن يفي بالشيء البسيط الإنساني بنقلها إلى المستشفيات لأنه لا مستشفيات في جنوب القطاع كل هذه تفاصيل مهمة عادل وكنا نتابع خلال الأشهر الماضية ربما نقرأ المشهد أكثر ونعلم ما يحدث على الأرض من خلالك ومن خلال بالتأكيد الزملاء على الأرض بدي أعرف منك في البداية أنه كان في معضل يمكن واجهت الكثير من الصحفيين في غزة هم أنهم ليسوا فقط صحفيون يغطون هذا الحدث الصعب أنتم أشخاص كان لديكم عائلات في هذا المكان سعيتم خلال الأشهر الماضية كذلك لحماية عائلاتكم نزحتم كذلك من منطقة إلى أخرى يمكن بفترض أنه حابين نعرف أكثر هذا المسار أو كيف قمتم بالعمل الصحفي بموازات حياتكم اللي كانت حية طبيعية بالقطاع وسعدتم أو تعاملتم مع الأهل العائلة وما إلى ذلك يعني في الحروب السابقة ونحن نتحدث عن خمس حروب عشرات التصعيدات والمواجهات العسكرية والتي كانت توصف أقل ما توصف بأنها مدمرة ودموية كنا دائما نحاول التوازن ما بين العائلة وما بين المهن كيف نغطي هذا الحدث أو ذاك كيف نغطي هذا التصعيد أو هذه الحرب بمجملها وكيف نحمي أنفسنا ونحمي عائلاتنا كيف أن نوفر لعائلاتنا أبسط مستلزمات ومقتضيات الحياة اليومية في هذه الحرب كلنا عاجزون العجز يصل إلى أبعد مدى أنا لا أستطيع أن أحمي نفسي لا أستطيع أن أمر متر واحد فقط إلى الأمام أو إلى الخلف يمينا أو يسارا هل هنا ستكون حمايتي؟ هل هنا ستكون السيفتي أكثر؟ الأمان أكثر؟ بالتأكيد لا نعرف فقط تنتظر المصير المحتوم الذي تحدد والطائرات الحربية وهي آلة الحرب الإسرائيلية بكل تفاصيلها لكن ربما يعني موجع جدا أنه بتأكيد نتفهم موقفك عادل يعني صعب توفر شيء للأطفال أكيد وهذا اللي حابين نوصله حابين نعرف أكثر الصعوبات اللي مريتوا فيها لأنه بالتأكيد لم تكن هذه الأشهر سهلة موقفك إنساني وبالتأكيد كلنا منتعاطف معه أنا أسف بس يعني بكل التفاصيل الأطفال وجع وجع دائم على مدار اللحظة أنت لا تستطيع عندما يبدأ القصف من كل من كل الاتجاه الطفل لا يبكي هو يريد حماية والده لا يستطيع الحماية ولا أمه أنا أسف لكن هو الوجع يعني هو بالتأكيد وجع أهم شيء أنه أنتو طلعت وسالمين أنتو والعائلة بدي أعطيك المايك أنت تحكي أكثر عن الإصاص اللي حاببت شركة يمكن المشاهد التي تابعتموها خلال الأشهر الماضية من صعوبات وصول المساعدات لصعوبات التنقل لصعوبات الحصول على الغذاء والمواد الأساسية إذا قدر تشارك هاي الماضية يعني شكراً أنك تنجليني باتجاه تاني وهذا كتير مهم يعني لما أنا طلعت من غزة بكل الصعوبات ويعتبر محظوظ جداً من يخرج من غزة قررت ما بدي أحكي عن الحرب عن القصص الشخصية اللي بتخصنا وتخص العائلة وتخص كينونتي كإنسان لكن في المحصلة غطينا كتير قصص كانت إنسانية وأيضاً لموجع لكن في المحصلة هذا هو الواجب يعني ما بين الواجب وما بين الإنسان وإنسانيته ما بين الواجب ومهنيته ما هو مطلوب إلي كصحفي وكإنسان كرب أسرى التفاصيل كثيرة جداً لكنها أيضاً معقدة والحلول تكاد عاجزة كتير من القصص اللي غطناها لن تنسى لن تنسى بالمرة لكن إن ركزنا قليلاً على ما يجري الآن منذ ثلاثة أسابيع توقف معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم المساعدات تماماً توقفت وإن كان بدأت تدخل في الثمانية واربعين ساعة الأخيرة لكنها لا زالت شحيحة هذا انعكاسه ليس فقط أن المواد الأساسية متوفرة أو غير متوفرة أكثر من ذلك بكثير المواد الغذائية والأساسية إن توفرت لا أحد ربما واحد بالألف من يستطيع أن يشتريها ستكون غالية جداً غالية الثمن الثمن شهور الناس بلا رواتب الناس بلا عمل الذين يعملون بالراتب اليومي بالأجراء اليومية مثل السائق في كل بدون ذكر ما هي المهن في كل تفاصيل الحياة الآن باتوا كالأموات لا يستطيع أن يشتري وهو يرى الخبز أمامه كانت رحلة البحث عن الخبز بالنسبة لنا طوال الوقت هي رحلة عذاب يعني أخرج أنا ساعة خمسة أو ستة عفواً صباحاً مبكراً عشان أجيب ربطة خبز عشر أرغفة خبز للأولاد فقط عشرة أو خمسة عشر رغيف في أحسن الحالات وأحياناً أفشل وأنا الصحفي وعندي فلوس وعندي إمكانيات وعندي علاقات لكن في كتير من الأحيان ما في مجال أني أجيب الخبز نفسه الخبز وإنت أوفر كتير شغلات مش هتجيبها حتى الماء الماء النقي أنا أعرف لما أجيب الماء حيشربه ولادي هو مش نقي الآن الكبد الوبائي ينتشر A و B و C بطريقة جنونية في عالم الأطفال بين الأطفال ليس فقط من قطعت أيديهم وأرجلهم ليس فقط من قصفت البيوت عليهم بل أيضاً الجوع المرض كل هذا يفعل مفاعله في كل تفاصيل الحياة عشرات الناس من الأطفال وكبار السن يموتون يومياً لا حد يذكرهم لأن من قطعت أطرافهم حتى مؤسسات صحية لتعتني بهم يعني اليوم إذا ما نحكي عن القطاع بشكل عام من الشمال إلى الجروب كم مستشفى بقي في القطاع قادر على تقديم المساعدة الطبية سواءً للمرضى سواءً لمن تعرضوا لإصابات بارغة مثل يعني بتر الأطراف وما إلى ذلك تحديداً الأطفال والكبار بالسن ما أعرف إذا فيه كمان معلومات أو معطيات جديدة بهذه التفاصيل يعني إن تحدثنا عن أرقام فهناك بعض المستشفيات تقريباً 12 مستشفى أو مركز ومن بينها مستشفيات ميدانية لكن في حقيقة الأمر لا توجد أي مستشفى لا يوجد أي مركز طبي عندما نتوجه على سبيل المثال إلى المستشفى الكويت وهو مستشفى خاص وليس حكومي وهو مستشفى صغير أشبه بعيادة في رفح كان لدي على سبيل المثال حساسية رشح والمتعب ومجهد جداً رحت للمستشفى يا رجل الشو جاي تسوي انت الشو اللي رشح والشو اللي يعني كبد وباي والشو يعني فلو أنزه مش حيسمع أي حداً مش حيسمع الشو وجعك فبتروح تخديها بصمت وتتحمل حد الموت بعض الناس أو حد أن تمر هذه الأزمة لأنه لا يتحمل إلا أن يرى من دمه ينزف أطرافه مقطعة وجهه دماء تسيل منه أو من البطول مبطورة إلى آخره أو مبطورة لكن في كل حالات المرضى لا أحد ينظر ينظر إليهم طيب نفترض أنه المصاب توجه إلى مستشفى وقالوا له بدك مضاد حيوي وبدك لفاف ما فيه في المستشفى دروعة صيدلية ما فيه في الصيدليات تماماً ما فيه لا صيدلية عامة ولا صيدلية خاصة فإذن دورة الصحة الدورة الطبية الدورة الصحية العلاجية والاستشفائية تحت الصفر وبالتالي هذا له ما له يعني عندما نكون في داخل الحدث تتوه هذه التفاصيل لا نحكي عنها هناك عشرات الضحايا عشرات المصابين عشرات البيوت اللي دمرت بعضها على الساكنية اشتباكات هنا قتلى هنا إلى آخره لكن ما أتحدث به هذا يحتاج إلى كتب وإلى قصص طويلة وطويلة وتحتاج إلى فترات طويلة لنعرف في داخل في عمق القصة التي هي الوجع الحقيقي والذي ربما يدوم لسنوات طويلة يمكن أثر هذا الموضوع أو ما حدث وهذه الفضاعات اللي عم تحكي عنا عادل على الأطفال على الأشخاص ومن عايش وكل شخص عايش هذه الحرب أتشكرك جزيلا شكر عادل زعنون مراسلنا في غزة على وجودك معنا اليوم بالستوديو الحمد لله على السلامة وبالتأكيد نتمنى انتهاء هذه الحرب وهذه الحرب التي شهدنا فيها أبشع المشاهد غير الإنسانية شكرك جزيلا شكر شكرا